الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين الكرام يا مرحبا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خير قدوة ما زلنا معاكم في هذا الشهر المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقبل منا جميعا صالح العمل ويفقنا وياكم لكل خير نستمرين إن شاء الله وياكم في هذا البرنامج وهذه الحلقات وهذه المواضيع الاجتماعية الأسرية التي كل يوم في الحقيقة نختار موضوع مهم نستفيد منه في حياتنا سواء في بيوتنا ولا حتى في علاقاتنا الاجتماعية بشكل دائم سواء في عملنا سواء في علاقاتنا بالأصدقاء ونحو ذلك بالأمور ونذكر أننا في كل حلقة نستقبل أسئلتكم على رقم الواتساب الخاص بهذا البرنامج الذي يظهر أمامكم على الشاشة طوال الحلقة دائما نذكركم بهذا الرقم تخلونا عندكم لتواصلوني أنا إن شاء الله طوال الحلقة في أي حلقة نحن نجاوبكم على هذه الأسئلة التي وصلنا من قبلكم موضوعنا اليوم موضوع مهم موضوع يمكن لو أقول أن موضوع منتشر شئنا أم أبينا هكذا هي النفس البشرية إلا من عصمه الله وإلا من رحمه الله الأصل أن الإنسان تكون نفسه طيبة لكن المشكلة الأشياء اللي تمحق البركة في بيوتنا في علاقاتنا الحسد ليش يا أحمد تتكلم عن الحسد ليش ليش تبغي تتكلم عن هذا الموضوع شو السبب قلت لأن هذا البرنامج نبغي نتكلم فيه بواقعية نبغي نتكلم فيه في الشيء اللي يجمعنا ونحذر من الشيء اللي يفرقنا نبغي نتكلم عن الأشياء الجميلة اللي مفروض تكون في المجتمع الواحد نتكلم عن الأشياء الجميلة التي تقوي علاقاتنا في البيوت علاقاتنا مع الأهل علاقاتنا مع الأصدقاء علاقاتنا مع زملاء العمل وأنت رايح أي شيء يخرب هذا المبدأ أن حذر منه طيب شو أكثر شيء يخرب العلاقات ويضيعها ويدمرها ويمحق البركة في أي شيء الحسد أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به هو الحسد أبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتهم من طين يا الله تبغيني أنا أسجد لواحد أقل مني فكان المعصية مبأنه ما كان يبغي يطيع ربه لكن المعصية كانت الحسد ليش أفلان مبأنة طيب هذا الموضوع في له تفاصيل عديدة أحيانا تكون عبارة عن حسد هذه الكلمات وأحيانا تكون خطأ منا نحن يعني مثلا مثلا يأتيك شخص في العمل يوم الأيام جاءت إدارة العمل ورقت فلان حلو واضح واضح طيب ليش رقيته فلان؟ قالوا رقينا فلان لأنه كمل خمس سنوات وحصل على تقييم جيد جدا وإن إنسان محافظ على توقيت العمل محمد رقينا طيب خالد الآن أو أحمد لو فرضنا أحمد جاء عند الإدارة وقالهم يا جماعة أنا أيضا كملت خمس سنوات وأنا أيضا حاصل على جيد جدا وأنا أيضا محافظ على توقيت العمل فصرنا أنا وإيا متفقين على الشروط أو الأوصاف التي من أجرها تم الترقية فلانا فجاءتني الإدارة وقالت أحمد أنت حسود أو أنت حاسد أنقول هذا خطأ هذا لا يعتبر حسدا عشان بس نركز على النقطة نحن هذه النقطة الآن ذكرتها بس عشان ما أحد يقول أنت تحسد أو فلان يحسد لا كن من حق أي إنسان أن يطالب بحقه وطبيعي جدا لما الإنسان بيطالب بحقه طبيعي جدا أنه يقارن يقول طيب عطيته فلان وأنا أستحق لكن لو قالوا أعطينا فلان بناء على النتائج التي حققها أو أعطينا فلانا بناء على تقييمه وأنت ما حققت هذاك شيء ثاني هني ما لك حققت الضارب في النهاية هم عطوه بناء على وصف معين أنت ما حققت الوصف هذا خلص صلى الله وبرك أنت هنا ما يحتاج بعدنا تناقش في هذا الموضوع أنا في موضوع اليوم أبغي أتكلم عن الحسد اللي هو فعلا حسد ما أتكلم عن واحد طالب بحقه الحسد هذا آفة وهذه مشكلة مشكلة كبيرة أولا الحسد يمرض ويكون إنسان يعني حسده بيخليه يظلم حسده بيخليه يطعن في الأعراض حسده بتخليه يأذي الآخرين لأنه حاسد واللي ما يدانيك يخرب معانيك مثل ما يقول المثل الشعبي شخص ما يحبك ما يحبك لأنه حاسد وكل عداوة ترجاء ماتتها شوفوا كل عداوة ترجاء ماتتها إلا عداوة من عداك من حسدي أي عداوة بين اثنين من الممكن أن تموت ومن الممكن أن تعود العلاقة كما كانت ومن الممكن أن يتصالح وا 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 إلا عداوة من عداك من حسدي الشخص اللي يحسدك حتى لو ضحك في وجهك لابد أن يؤذيك ولذلك من المصلحة ومن الحكمة أنك إذا عرفت شخصا حسودا أو حاقدا أو شخص يعني صاحب وجهين لا تتكلم عن أمورك الجميلة أمامه ولا تقول عن خططك المستقبلية أبدا منه ما كان لأنه بيكذب عليك ولأنه بيتبلع عليك ولأنه كذا العرب كانت تقول الحسود ولا يسود لا يمكن لحاسد أن يسود ليش؟ لأن الحاسد لأن الواحد عشان يسود لازم تكون نفسيته ولازم تكون شخصيته شخصية فيها مصلحة عامة لكن الحاسد ما يعرف الشخصية المصلحة العامة الحاسد ما يعرف إلا مصلحة نفسه بس من أجل نفسه بيظلمك ومن أجل نفسه بيقتلك ومن أجل نفسه بيشوه سمعتك بس من أجل أن يحقق ما يريده لأنه حاسد فهذا لا ترجو مننا خير فالحاسد أصلا مريض تعبان الحاسد ما يقدر ينام الليل مثل غيره لأنه كله يفكر ليش فلان؟ ليش مبأنا؟ ليش فلانة؟ ليش مبأنا؟ ليش ليش ليش؟ ما يقدر ينام الحاسد وايد يغتاب يحب يتكلم على الآخرين في ظهورهم الحاسد يحاول بقدر المستطاع أن يسلب منك النعمة شو ما قدر يسوي حتى لو كلفه أن يشهد عليك زورا وبهتانا ما عنده مشكلة لذلك مرض خبيث مرض خطير جدا وهذه آفة أينما وجدت بتكون مشكلة كبيرة جدا طيب الأمر أيضا المهم أن هذا الإنسان اليوم قد كما قيل لا يخلو جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه هذه قاعدة قيلت قيلت في القديم بأنه لا يوجد إنسان إلا وقلبه وإلا ونفسه تدله على الحسد لكن هناك من يصادمها ويعلمها ويؤدبها وهناك من يترك نفسه تغرد على هواها فيوم الأيام إذا جاءك هذا الشعور أنك أنت تحسد لازم أنك أنت تعلم نفسك وتصدها وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدك عن الحسد تسأل الله واتطبق سمعت يوم الأيام خير عند فلان الله يزيده ادعي له ادعي له الله يزيده الله يوفقه الله ينفع به الله يبارك فيه لازم بهذه الطريقة لا تكون إنسان تعطي المجال لنفسك أنه هي اللي تدلك وتخليك تزيد من هذا الحسد مثلا يأتيك شخص ويقول ليش فلان أو أحيانا لأن حاسد يتكلم في الأصول هذا اللي أصله كذا حصلوا نحن ما حصلنا وهذه آفة وهذه مصيبة بعد كانوا في القديم يضربون المثل بعصام وهذا العصام كان حاجبا للنعمان بن المنذر معروف العربي اللي هو في الجاهلية قبل الإسلام فعصام هذا كانت لا تعرف قبيلته ولم يكن أهله أهل قوة يعني أن ينافس بأهله العرب آنذاك ومع ذلك كان قريبا جدا وكان شريفا قريبا جدا من النعمان بن المنذر فجلسوا يتساءلون كيف قدم هذا علينا وكيف 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 حتى قيل نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكرة والإقداما وصيرته ملكا هماما حتى على وجاوز الأقواما يعني تبعون تعرفون ليش عصام هذا قدم معنا أهله أو قبيلة لم تكن بالقبيلة التي تنافس القبائل العربية الكبرى ليست العبرة بالقبيلة العبرة بهمته العبرة بنفس عصام شخص عصامي شخص صاحب همة هو اللي تقدم بهمته هو اللي تحرك أما غيره ما تحرك فأي إنسان اليوم قبل ما يقول فلان فيه ولا علان فيه ولا هذا بس يتكلم وهذا بس يحب سو مثل ما هو يسوي هذا اللي يتكلم سد ثغرة بكلامه سو مثله ليش تتكلم عليه هذا اللي عينوه عينوه بناء على معطيات معينة اشتهد الله يوفقه افرض أنه لا عينوه واسطة افرض أنه عينوه بدون أي شيء في ذمتهم أنت لا تخلي قلبك يتعب على شيء أنت ما تملكه مبأنت الغلطان أي إنسان اليوم قلد منصبا وقلد مسؤولية وهو لا يستحقها الخطأ على من عين أنت ما لك دخل عشان ما تقول ليش وليش وليش أنت عليك أي إنسان شفته حصل على نعمة الله يزيده عشان الله يزيدك وتربي نفسك وما تعطيها على هواها عندنا فاصل بعد الفاصل نكمل ياكم حياكم الله من جديد ومرحبا وسهلا بكم نذكركم برقم التواصل لهذا البرنامج لإرسال الأسئلة أو الاستشارات ممكن ترسلون على رقم الواتساب اللي يظهر أمامكم على الشاشة طوال الحلقة النفس البشرية نفس بحاجة من صاحبها أنه يعلمها وهو يربيها وهو يأدبها نفسه راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه الإنسان هو اللي يربي نفسه لأن النفس أماره بالسوء ممكن تعلمك الحسد ممكن تعلمك الظلم ممكن تعلمك أشياء كثيرة جدا فلو أنت ما قدرت تدعو الله سبحانه وتعالى وتصادم أفكارك الخاضية أنت بتتعب ومع الأيام بتحصن نفسك حاسد وما تبغي الخير للآخرين صاحب الحسد ممكن لأنه حاسد حتى يتكلم في الأعراض يا جماعة الآن في عندنا سالفة منتشرة للأسف مثلا مثلا الآن لو فراضنا سين من الناس وحدة ما تحب وحدة في العمل ما تحبها ولا تدانيها وتحسدها تدرون شو تقول عنها من تشوفها تمر أحيان مثلا يا سمع ربيعاتها مثالا أتكلم وحالات واقعية تقول بدت تتكلم على أعراضها خلوني ساكته يا تتكلم تقول شو فيها أو تقول خلوني ساكته الله الله يستر عليها بطريقة توحي لك أن هذه المرأة مسوية مصاهب طيب ليش قالت كلام مثل هذا ما تحبها والآفة اليوم اللي موجودة في بعض الناس أنه عشان ما يحبك عادي عنده يتكلم في عرضك وعادي عنده يتهمك بمصيبة كبيرة لأنه ما يحبك بس يعني استوى تأعراض الناس اليوم لعبة عند البعض لأنه ما يحبك عادي يتكلم في عرضك ما عنده هذا ظلم وهذا لا يجوز وهذا يعاقب يعاقب عليه شرعا ويعاقب عليه قانونا وانت رايح تحصل واحد نفس الطريقة ما يحب فلان يروح يتكلم في عرضه أو يروح يتهمه في أشياء لأنه فقط لو فتجت يحسده وهذا مرض لازم مثل ما قلت الإنسان يصادم عود نفسك صدقني تبغي ترتاح إذا شفت خير لإنسان الله يزيده الله يعطيه لا تنظر إلى ضيق الدنيا لكن انظر إلى وسع ما في السماء عند الله سبحانه وتعالى عشان أنت ترتاح لأن الإنسان إذا نظر فقط إلى هذه الدنيا وشو ما عند الناس بيتم طول عمره إن شاء الله شو ما كان عندك في الدنيا بيتم حاسد لأنك ما بتكون شخص راضي أبدا ما بتكون شخص راضي في حياتك فهني شو اللي بيصير بتتأزم أمور كثيرة حتى نحن اليوم معياننا لأن الحسد أحيانا يأتي من خلال مرض في الشخص نفسه أو يأتي بناءا على معطيات نحنا اللي خليناهم يحسدون بعضهم البعض مثلا اليوم لما ما تكون في عدالة من قبل الشخص المعني مسؤول في العمل ما يعدل بين الموظفين من الممكن أن يحدث الحسد أم ما تعدل بين عيالها ممكن أن يحدث الحسد أب ما يعدل ممكن أن يحدث الحسد الخطأ وين الخطأ منك أنت وفي أحيانا من الحالات أنت تأدي لما عليك لكن مرض في الشخص نفسه أخوة يوسف حسدوا يوسف هل الأب كان ظالما يعقوب عليه السلام هل كان ظالما لا لأن محبة يعقوب ليوسف كانت محبة طبيعية اليوم لما يأتيني ولد عمره 16 سنة مثلا مثال ولد عمره 14 ويا يلوم الأب لأن الأب يحضن الولد الصغير اللي عمره 6 سنوات أو يعطي دلع زيادة مثلا غلط هذا هذا غلط من الولد نفسه لأن هذه المحبة طبيعية الولد الصغير اللي هو صغير ما يفهم شيء أنت تحس نفسك أنك أنت تدلع أكثر لأنه ما يفهم ما عنده بعده عقله مبناضج أنت يا صاحب 16 يا صاحب 15 يا صاحب 20 أحبك أقربك أعزك أكرمك لكن على قدك على مستواك فأنا أحبك بالطلع وياك أنا أحبك بالنفق عليك أنا أحبك بالوقت وياك أنا أحبك أني أنا أشتري لك أشياء لكن هذا الصغير طبيعي أني أنا بعاملة بطريقة مختلفة عنك فهذه محبة يعقوب اليوسف كانت محبة طبيعية لكن كان المرض فيهم هم وبالإضافة أن يوسف ظهرت عليه علامات 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 تمكين وعلامات خارقة فيه فطبيعي جدا أن الأب يوم يشوف ولد ما شاء الله عنده علامات تميز علامات تفوق تحصل أنه شوي يدعمه هذه أمور طبيعية لكن المشكلة لما يكون في الولد مرض فأخوة يوسف ما نقول لنا الخطأ في يعقوب عليه السلام هو الذي ظلم ظلم ولده وقرب يوسف منه لا وذلك يعقوب كان يعرف يعقوب عليه السلام كان شاف شاف علامات أنهم يحبون والأخوهم فقال لا تخصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لا تخصص عليهم رؤياك لا لا تتكلمهم معناه أنه شاف علامات وحاول أنه يبعد يوسف عن تبعات هذا الحسد اللي كانوا عليه أخوانا لكن سبحان الله ما قدر ليقضي الله أمرا كان كان مفعولا ما قدر حدثتهم أنفسهم من يقتلوا يوسف ووووو والتفاصيل العديدة فهني أنه نحن أول طلب نطلب من الأهالي نطلب من الآباء نطلب كذا إذا جاء في الحديث اعدلوا بين أولادكم جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الأشياء اللي ما تقدر تعدل فيها هذاك شيء ثاني لكن الأصل أن هنا المسألة مسألة العدل مسألة واجبة من أجل أن الشيطان ما يدخل أنت في العمل كمسؤول لا تقدم شخص عشان لأنه ابن فلان بعض المسؤولين ما احترامي ما عرف يعني كيف شخصية ضعيفة جدا 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 في العمل وايد ضعيف وايد مهزوز يعني العيب والله على من اللي حطه مسؤول خاصة المسؤول اللي أعلى عنك مثلا ولا وايد يقدم فلان لأنه ولد فلان يقدم فلان لأنها بنت فلان يقدم فلان لأنه والله ربيعي كان واير في الفريج قبل يقدم فلان لأن والله أنا أطلع ياه طيب تطلع ياه شوذن بالمصلحة العامة هذا مو بشغلك أنت هذا شغل الحكومة هذا شغل المصلحة العامة مفروض أن تتحقق مفروض لا يتقدم إلا من يستحق بعدين يقول والله الموظفين اللي عندي يتحاسدون إذا انت حاسدوا بناء على تصرفك بناء على أسلوبك صح؟ الحالة الثانية إنه لا الحسد مرض في الشخص نفسه وهذا الشخص عليه أنه يراجع نفسه دائما راجع نفسك ادعو الله أن يبعدك الله عن هذا الأمر ادعو الله أنت مطلوب منك أنك أنت تعلم نفسك كيف أسوي أصادم المصادمة أفضل علاج لمواجهة الحسد ودائما اتتابع واتراقب نفسك أحمد فلان اليوم حصل على كذا فلان ما شاء الله توفق فلان ما شاء الله ارتفعت منزلته أول شيء أقوله أبعد عن الأمور الشخصية الله يوفقه ما شاء الله الله يزيده ما أقول ليش وخلوني ساكت والله يستر عليه والله مدرجوه غلط لأنك مع الأيام لو زاد عندك هذا الأمر بتحصل عمرك أنت ظالم ما في حد فينا اليوم يسلم من الحاسدين حتى لو نحذر من الحاسد بيجي اليوم اللي البعض بيحسدك فيه لا توقف طريقك هذه النصيحة ولا تضرب ريك عندك الحاسد إذا عرفت أنه فلان يتكلم عليك حسدا ما عنده شيء عليك إلا يحسدك مش خل وراك لا تنزل مستواك أبدا لأن هذا بتحصله في دنياك اليوم من من كان مثل ما قلت الحسد آفا وبتحصل اللي يحسدك وما تعرف ليش أصلا يحسدك ما تعرف هذا الإنسان ليش يتكلم عليك إلا أنه حاسد خله يتعب في حسده وخل الحسد يأكله لأن الحاسد يمرض ويتعب وأنت عليك بس تسأل الله أن الله يكفيك حسد الحاسدين وظلمهم وتبليهم عليك لكن كمل في طريقك دائما الإنسان عليه كما قال الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله البعض من الناس مو بأن ما يحبك عشان أنت ما تستاهل ما يحبك لأنه يحسدك فإذا لو أنت اليوم مشيت بالحسد أو توقفنا عند الحسد كم من بيت بيخترب كم من علاقات بين الأقارب ضاعت فقط من أجل الحسد وذلك قيل في حسد الأقارب الأقارب وعقارب الأقارب عقارب هذه متى تقول هذه القاعدة في الأقارب الحسدة أكثر حسد متعب حسد الأقارب لأنه يدمر علاقات الأقارب ويقطع الأرحام يسوي قطيعة بس من أجل الحسد فلان وفلان ويطلعون لأنهم أقاربك بدل ما يسترون عليك تحصلهم يتكلمون عليك لأنه عارفين هم تفاصيل بيتك مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا لا تطلعون اللي 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 هم مستور فالأهل أهلك أقاربك يعرفون يعرفون أسرار بيتك لكن لأنهم يحسدونك يتكلمون عليك ويطلعون أسرار بيتك وهذه مشكلة وذلك قيل الأهل عقارب وإلا الأصل أن الأهل سند الأصل أن الإنسان يتحدد الدنيا كلها بأهله بسنده أهلك ما في غنى عن أهل الإنسان وما في سند الإنسان مثل أهله ومثل أخيه أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي كيف واحد ما يفتخر بأخوه ولا بأبوه ولا بأمه ولا بولده صح؟ هذا الأصل لكن إذا دخل الحسد ضاعت الأمور هذه للأسف فصار الأخ يحسد أخاه ويظلم أخاه ويظلم ولده حسدا فقط وهذا اللي سوى الشيطان فالحسد إذن مصيبة عود نفسك وعلمها وربها وهذه النصيحة اللي اليوم نقدمها في حلقة اليوم حتى بين الأزواج ممكن يدخل الحسد ممكن بين الأزواج يدخل الحسد حتى وإذا دخل الحسد بعت سلم عليه فإذن الحسد لو دخل فيه أي شيء بيدمره هي الشيطان أو هو الشيطان الرجيم الذي يدمر العلاقات واضح؟ واضح عندنا فاصل بعد الفاصل نكمل ياكم حياكم الله من جديد ومرحبا وسهلا بكم ما زلنا في آفة الحسد قبل ما نقرأوا ياكم الأسئلة أحب أني أنوى على نقطة مهمة مهم جدا أن الإنسان تكون عندي حكمة إذا شفت أنت شخص أمامك ممكن يدخل فيه الحسد بيّله سبب اتخاذك لهذا القرار عشان ما يصدق نفسه وما يكذب الكذبة ويصدقها ويحطها في داخله ويبني عليها لأن الحسد يبدأ بفكرة فكرة خاطئة يحطها في داخله الإنسان ويبني عليها سوء الظن قصة في التاريخ مذكورة ليزيد بن مزيد الشيباني في التاريخ وهو ابن أخ القائد معنى ابن زائدة القائد المعروف يوم الأيام هذا معنى ابن زائدة القائد عنده ولد يعني أكثر من ولد ويحبهم لكن كان يقدم ابن أخيه يزيد كان يقدم عليهم خاصة في بعض المسؤوليات فجاءته زوجته تلومه قالت لأني أراك تقدم ابن أخيك على ولدك ليش يعني فهو الآن رد عليها وقالها أنا أحب ولدي أحب بنية كلهم ولكنني أقدم يزيدا في بعض الأمور لتعبه وعنائه واستحقاقه الآن شوفوا جاءت تناقشه وهو فهم جاءتها فكرة هذه الفكرة لو استقرت في داخلها ممكن تحسد معلها ومتظلم ولد الناس لأنها تقول لك ولدي أو لا طيب قالها انظريني أو انظريني إلى الليل فهو جالس في الليل وقال لغلامه قاله اذهب واتني بفلان وفلان وفلان لهم ولده جيب لي عيالي كلهم اتني بهم ففعلا جاء ولده كلهم جاء الولد كلهم معاديين جاءوا عند والدهم في الليل محت فيهم جاء مستعجل ولا ماسك السلاح ولا غيره جايين عند ابوهم في الليل فهو سكت قال يا غلام اتني بي يزيد روح نادي يزيد فذهب هذا الغلام عند يزيد وقال له يطلبك القائد أو الأمير معا ففز مسرعا وحمل معه سلاحه وهو يركض فدخل الخيمة مباشرة على معنى بن زائدة دخل عليه ومعه السلاح فقال له معا ما بك شو فيك انت ليش داخل بالسلاح قال له جاءني رسول الأمير اللي هو رسولك اللي هو الغلام اللي انت طرست لي جاءني في وقت متأخر فقلت لعل هناك أمرا صار بالأمير ولا شو اللي يجيب شو اللي يخلي الرسول يأتيني في وقت الليل متأخر أنا قلت يمكن فيك شيء فابتسم وقال المقولة المعروفة نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكرة والإقداما وصيرته ملكا هماما حتى على وجاوز الأقواما كأنه يقول للزوجة شفتي كيف؟ شفتي ليش أنا قدمته؟ أنا قدمته لأنه شخص يعتمد عليه شخص يتحمل المسؤولية يا أيني عيالك كل واحد يمشي يتبختر في مشهته هذا جاء مسرعا يعني بغض النظر عن الطريقة لكن أراد أن يبين لها بأنني قدمته لاستحقاقه شخص يستحق أن الواحد يعطيه الثقة فأحيانا مثل ما قلت من المصلحة أنك أنت تصحح معلومات لأن البعض من الناس الحسد يبدأ عنده بفكرة وهذه الفكرة يصدقها وبعد ذلك يبني عليها مع أننا دائما نحذر الناس من سالفة الحسد انتبهوا لأن بالحسد هذا نحن ممكن نظلم الناس للأسف ونسوي مشاكل أو تحصل وحدة تظلم وحدة لأنها حسدتها في جمالها ليش هي أحلى عني؟ يلا تعالي خلص أحيان ليش ما تحبينها؟ شو السبب؟ الباطن؟ طبعا في الظاهر شبه تقول ما أحبها لأنه شايف أعمرها لكن في داخلها لا ما تحبها لأنها هي أحلى عنها بس هذه هي مبعيشة هاي والله هذه مبعيشة صراحة أننا صرنا نتكلم في الناس بس حسدا والله ولا هذا ليش يتكلم أحسن عني؟ هذا ليش ليش ما شاء الله إذا يبغون شيء يطلبون منه؟ ويبدأ بعد ذلك يروح خاصة تعرفون في الدوامات أحيانا في عندك واحد جاسوس يروح على طول عند المدير فلان سوى فلان سوى والمدير فرحان يصفق له طيب أنت يا مدير غلطان عفوان محترامي أنت يوم تشوفوا واحد للأسف جاسوس شغال أنا مفروضة علمه صح أقول لا تتبلغ على ربعك روح عدل الوضع بدل الماتي كل يوم يأل سلي كل يوم تتجسس على فلان أنت شو سويت؟ احرجه احرجه كمسؤول احرجه قول لأنت شو سويت؟ صح؟ فعشان بس ما نفتح المجال لمسألة الحاسد أنه يتغلغل بيننا ثم يدمر كل شيء بنناه من أجل شو؟ من أجل هذا الحسد خلونا نقرأوا إياكم الأسئلة نبدأ بسم الله السلام عليكم أخي أحمد أتمنى أنك توجه نصيحة للأزواج اللي مثل زوجي يعصب على كل طلعة وينكد عليه وعلى عياله ويعصب إذا طلبوا منا مطعم في الطلعة أو إذا طلعوا مكان فيه فعالية معينة يدخل ساعة أو ساعتين ويطلعهم وغصب عنهم وهم ما تهنوا مطلوب مني أني أوجه نصيحة طبيعي نوجه نصيحة ونقول اليوم الإنسان لو يبغي يكون محبوب ويبغي يسيطر على زمام الأمور ويبغي يحس أنه قدوة الأهلة قدوة العيالة أول شيء بتعد عن شيء اسم عصبية العصبية هذه واحدة من الأمور اللي هي فعلا مزعجة العصبية طالع من دون خاطرك ليش بالحلال؟ ليش؟ مثل ما أنت طالع من خاطرك مع ربعك وتضحك وتتونس اطلع من خاطرك ترى الدنيا هذه أيامها ما تتعوض اليوم أنت في صحة اليوم أنت عندك بأشر سبحان الله تفقد الصحة قد تفقد المال الدنيا ما تتم على وطيرة وحده فالواحد يتهنى بهاي اللحظات يقدر المستطاع يلعب مع عياله يطلعهم لكن إذا ما بقادر يقول أنه ما بقادر عادي ما بغلط أن الزوج يقول له زوجته لا بعض الزوجات حتى ما تبغي زوجته يقولها لا ما عليه أحيانا يقول لا لأنه تعبان أحيانا يقول لا ما عنده بيزات أحيانا يقول لا ما عنده وقت لكن نحن ضد هذا الزوج اللي كله معصب لو طلعهم مرات زي الله بطلعكم يسرع في الدرب يسرع ويلف على فلان ويلف على فلان ويسبوا ويضارب لا لا خلاص رجعنا البيت الله يرضى عليك ما نبغي يطلع رجعنا البيت فهذا غلط فهذه النصيحة اليوم استمتع بلحظاتك مع عيالك استمتع بقدر المستطاع اضحك سولف لعوز لعوزهم اضحكوا ياهم لعبهم هذه لحظات ما تتعوض ترى وخيركم خيركم لأهله زاك الله خير تطلع مع ربعك تضحك كيفك اطلع مع ربعك بس في النهاية أهلك أولى أنك أنت تضحكوا ياهم تطلعوا ياهم على فترات ما نقول لك كل يوم وما نبغي زوجها كل يوم تضغط زوجها كل يوم طلعنا إذا ما طلعتنا أنت مقصر وكل يوم طيحت الله أنا ملانا أنا ملانا أمس طلعها واليوم تقول لها ملانا ما يستوي ما في زواج لازم كل يوم مش مكتوب ترى من شروط الزواج شرعا أو قانونة لازم كل يوم أطلع حرمتي أو كل يوم أطلع عيالي لا هي مسألة دائما هاي على فترات بس أهم شيء نطلع من الخاطر عشان ما يكون حالنا مثل حال هذا الأخر اللي المرأة تبغي أن نوجه لها النصيحة هني بعد موضوع نحن أمس وعدناكم عفوا بس نسيت أنا أمس وعدناكم على مسألة اللي يطلبون التواصل ياي على مواقع التواصل الاجتماعي نحن حاطي لكم لو تلاحظون على الواتساب حاطي لكم الحساب على سواء الستجرام ولا سناب ولا غيره بتلاحظونه فممكن اللي حاب أنه يرسل ما عندي مشكلة بس يكتب لي أنا من برنامج خير قدوة بس عشان أعرف وأرد تمام فبتحصلونا إذن على رقم الواتساب فوق فوق تحت الاسم بتلاحظون حساب مواقع التواصل مثل ما وعدكم بالأمس تقول السلام عليكم صار بيني أو يقول عفوا صار الطلاق بيني وبين زوجتي قبل شهر في المحكمة وخبرتها أني برجعها لأن العدة ما خلصت ولكن هي تقول بنرجع بعد رمضان لأنه ما يجوز في الدين أنا اللي أعرفه أنه يجوز ولكن هي مصرة هذا السؤال أظن يا أنا قبل يمكن أظن في الحلقة الأولى أو الحلقة الثانية وهذا السؤال ممتاز أنه ما أدري وين طلعت يعني أرجع أقول أن البعض من الناس يظن أن الرجعة ما تجوز في رمضان أو حتى الزواج ما يجوز في رمضان لا عادي عادي أن الزوج يرجع زوجته في رمضان عادي لأن الرجعة مو بشرط تكون بالجماعة البعض من الناس يظن الرجعة لازم بالجماع لا الرجعة تكون باللفظ وتكون بالفعل مع النية فما في مشكلة أن الزوج يرجع زوجته في رمضان أو حتى يتزوجون في رمضان الممنوع في نهار رمضان فقط مسألة العلاقة الزوجية المعروفة فعادي يستوي وهي كلامها غير صحيح يستوي ترجعون لبعض في رمضان طالما أنهي بعدها في العدة والطلاق الرجعي عندنا فاصل بعد الفاصل نكمل ياكم حياكم الله من جديد مرحبا وسهلا بكم مازلنا وياكم في فقرة الأسئلة ونذكركم برقم التواصل تشوفونا أمامكم على أطوال الحلقة السلام عليكم عندي صديقة متزوجة وتسوي شيء غلط وهي صارحتني فيه وأنا خايفة عليها هل يستوي أني أخبر زوجها ولا لا لا تخافين عليها لا تخبرين زوجها شو يخص أن تخبرين زوجها فما في داعي هي صارحتش بحكم أنك أنت صديقة لها وأنت بدورك أنك أنت تناصحينها حتى لو كان في شيء غلط أنت مطلوب منك أنك أنت تناصحين الصديقة أما تروحين تكلمين زوجها عن هذا الشيء هذا أنا أشوف أن هذا خطأ لأنه هي عطتش سر خاص فيها أنت مفروض تناصحينها وتحذرينها وتعلمينها وتبينين لها أما سالفة أننا نحن ندخل بينهم بين الزوجين إذا هي تسوي غلط زوجها بروحها بينتبه أما نحن ما ندخل في هذه الأمور وهذه النصيحة وهذا هو الأفضل لأن أحيانا يصالحون وبعد ما يصالحون تعالي منو قال لك ولا منو قال لك قالت لي فلانة وهذه يا ما صارت أنا أعرف قصة من القصص هذه القصة أن الظاهر زوجها أو هي زوجها كانت تسوي شيء غلط وزوجها لما يروح الدوام كانت تسوي شيء غلط فالظاهر أن في هذه القصة يعني كانت أظن امرأة ولا شخص أظن هو اللي خبر هذا الزوج قال له ترى زوجتك تسوي شيء غلط في غيابك ويا الزوج وتنارفاز وسارت سالفة كبيرة والضاربة وسبحان الله بعدين الصالحة شوفوا الموقف كيف هذا الموقف أنا شخصيا أشرفت عليه صار موقف واليوم الصالحة قالت له أنت منو خبرك قالها فلان والله يا جماعة أن رايحة تشتكي عليه في مركز الشرطة وتقول فلان اتكلم في عرضي أنا أرفع عليه قضية فأنا أقصد أن أحيانا في تفاصيل زوجية ما يخصنا فيها نحن نبغي الخير ونقول الله الله يستر على الجميع لكن الواحد ينتبه لأنه ما ندري شوه فهي دام صارحة شا أنت عليك أنت شا أنت تناصحينها هي وما في داعي تكلمين زوجها تمام أخوي أحمد فيه شخصي بيتقدم لي وطلبت منه يكلم أهلي وعطيته رقم أبويه لكن قال خلينا نتكلم ونفهم بعض أكثر وأتعرف عليك وعقب بتقدم شو رأيك هل يستوي شي والله والله شوفي يا أختي وقلت شي أنا ما أبغي أتهم بس طريقتها تخوف شوي نحن اليوم كشباب كرجال وعارفين هاي السوالف يعني شوي طريقتها لتش عليها لا تسوي لسالفة تبغي تتقدم ما في شيء اسمه بتعرف عليك أكثر بطلع وياك أبو أشوف أسلوبك بعدين بتقدم عن الحركات هذه يا بنت الناس يباك خلي يتقدم لأهلك بس هذا هو الصح أما سالفة خلينا يتكلم يا أتش لا أنا ما أنصحك أبدا وما بغي أفصل أكثر بس ما أنصحك بعيدا عنه ما أقدر أتهم أقول هذا شذاب ولا لوتي ولا لا 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 ما بغي أتكلم فيه أعراض الناس بس طريقتها تخوف وطريقتها تبين أنه في شيء غلط فالأفضل أنه لا تبغي تعرفنا تعال دق باب البيت هذا هو الأدب وهذا هو الاحترام وهذا هو الدين وهذه هي العادات لو الإنسان فعلا يعرف الشيء السنع والشيء الصح طيب السلام عليكم عندي سؤال إذا حد تكلم عني بشيء ما سويته شو أقدر أسوي اتركه شو بتسوي خلاص الأيام كفيلة الأيام كفيلة أنه تبين الحق أنت عليك أنك أنت تبين أنا ما سويت فرضنا واحد اتهمني الآن اتهمني عند فلان وقال له يا فلان ترى أحمد يتكلم عنك وأحمد يقول أنا عرفت بقوم بتصل في فلان يا فلان ترى ما تكلمت عليك صدقني كيف ما صدقني بعد كيف ما بتم ترجاه أنا أنا ما سويته قلت لكم في الحلقة نحن ما نقدر ربي الناس ولا نقدر نطلب من الناس كلها تحبنا ولا نقدر نتصور في هذه الدنيا أن الناس كلها بتتكلم خلفنا بطريقة صحيحة ما نقدر هذا طبع البشر طبع البشر أن في الحاسد وفي الظالم وفي المفتري وفي الكذاب إذا الرب سبحانه وتعالى الذي خلقنا ما سلم وإذا نبينا محمد أفضل البشر وأفضل الخلق ما سلم أنا أحمد بسلم من كلام الناس ولا أنت يا فاطمة ولا أنت يا هند ولا أنت يا مريم لا طبعا فإذا شو نسي في الحالة نتركهم ونخلي النار تاكل بعض هالبعض ما يخصنا في هذا الموضوع والله يسامحهم ونكمل طريقنا واللي يبغي يصدقنا ترى بيصدقنا اللي يحبنا بيسمع منا مو بيسمع عنا واللي ترى يبغي يزل علينا كيفهم في ذمتهم ونحن نبعد بس نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكفينا شرهم ويكفينا حسدهم هذا الشيء اللي مفروض الإنسان يسويه أخوي أحمد المحكمة حكمت بالطلاق للضرر وبعد الحكم اتراضينا ونبغي نرجع لبعض هل يصير ولا لا ممتاز السؤال هذا الآن يقول أن المحكمة حكمت بالطلاق للضرر نركز على شيء لو فرضنا أن المحكمة حكمت بالطلاق للضرر مثلا في المحكمة الابتدائية معروف أن بعد الحكم يجوز لنا نستأنف على الحكم هذا نستأنف مدة الاستأناف ثلاثين يوم خلال مدة الاستأناف هذه بعد الحكم مش بات بعده مبنهائي فنقدر نرفع استأنف وفي محكمة الاستأناف نقول لهم خلاص نبغي نوقف القضية هاي نحن تصالحنا بهذه الشروط فتقوم المحكمة تثبت هذا الصلح وما تمشي على الطلاق اللي حكمت فيه المحكمة الابتدائية لأننا نحتراضينا لكن لو فرضنا أن الحكم صار باتا صار نهائيا خلاص ما يستوي أطعن عليه خلاص انتهت مدة الطعن ونبغي نرجع لبعض بعد طلاق للضرر هل يصير؟ نعم يصير لكن بعقده مهر جديدين طالما أن الطلقة كانت أولى أو ثانية بحكم المحكمة واضح؟ فإذا حكمت المحكمة بالطلاق للضرر يستوي نرجع لبعض إما إذا كانت فيه فترة استأنف نستأنف ونبيل المحكمة نحن تراضينا بهذه الشروط ونبغي خلاص نتنازل أو نسقط المطالبة بمسألة الطلاق أو إذا صار الحكم باتا ممكن نرجع لبعض لكن بعقد ومهر جديدين تمام؟ يا أخوي أحمد أهنيك على هذا البرنامج أنتابعكم ومستمتعين بكلامك شكراً شكراً وأنا أهني نفسي في الحقيقة أهني نفسي ليس بس أهني نفسي على المتابعين أهني نفسي أيضاً بفريق العمل أهني نفسي بهذه الجهود المبذولة في الحقيقة في هذا البرنامج أهني نفسي على الجميع وعلى هذه الأسئلة الجميلة اللي نحن نحصلها منكم السلام عليكم رمضان كريم شو أحسن شيء يعمله الإنسان اللي متغرب عن بلاده حتى يحب البلاد اللي هو ساكم فيها أنا أقصد دولة الإمارات الحبيبة وكيف يريد فضلها شكرا لك الله يعطيك الصحة والعافية الواحد يعني يكون أيضا مساهم في النهضة نهضة الدولة اللي هو يعيش فيها بغض النظر كان مواطن ولا كان مقيم ولا شو ما كان هذا هو رد الجميل فأي إنسان اليوم متغرب مثلا وانتقل إلى بلدة أخرى أحبها وأحب شعبها وأحب أهلها رده للجميل هو عن طريق مشاركته ومساهمته في نهضة هذه الدولة من ناحية إخلاصه من ناحية اهتمامه من ناحية نشاطه من ناحية مبادراته وغيرها من الأشياء الجميلة اللي ممكن يقدمها السلام عليكم أشكرك على البرنامج أنا واحد يقي نفسه من الحسد يحصن نفسه بالآيات القرآنية يقول أنا جربت أقرأ سورة البقرة كاملة مستمرة فيها والحمد لله أمورهم يسر وأنصح كل واحد يجرب هذه التجربة شكرا لك شكرا لك يعني على هذه المداخلة هي تقول الآن تقول أني أنا أواجه ناس يحسدوني في حياتي ويظلموني وكذا لكني ما أترك الأذكار ولا أترك الحمد لله قراءة القرآن والحمد لله هذه الطريقة مجربة والحمد لله أموري كلها ميسرة وأنا بالعكس أضع كلامي على كلامك أنه فعلا الواحد اليوم الإنسان ما يتم يفكر يقول فلان حسدني وفلان مدري شو بيتعب لأن مثل ما قلت نحن ما نقدر نوقف الناس ولا نقدر نعلمهم ولا نقدر نبعد الحسد منهم ولا نقدر نبعد المرض منهم بس الإنسان دائما يحصن نفسه يرقي نفسه يتمسك بالصلاح يتمسك بالقرآن هذا اللي عليه الإنسان يسويه اليوم ويعلم عياله التحصين وهكذا ما يقدر يوقف حياته عشان الناس اللي يحسدوني برع فهذه نقطة مجربة فعلا نفسه الأذكار يشوف قيمتها ويشوف أثرها على نفسه أثرها على بيته أثرها حتى على طريق نصيحة طلعت من دوام طلعت من بيتك رايح الدوام قل الأذكار أول ما تبدأ في عملك دائما دائما اسأل الله التوفيق لأنه أنت يا إنسان ضعيف وما تدري سبحان الله الناس كيف تتكلم عليك ولا كيف تظلمك ولا كيف تتهمك دائما خلق قريب من ربك هذه واحدة من الأشياء اللي إن شاء الله بتنفعكم وتستفيدون منها هنا مسألة السلام عليكم أهل عادي نقرأ من المصحف في الصلوات المفروضة شوفوا نحن مثل ما اتفقنا وياكم من أول البرامج وقلنا أنه في برامج متعلقة بالفتاوى وحتى في مؤسسة دبي الإعلام في برامج خاص يتعلق بالفتاوى من الممكن أنكم أنتم تتواصلون وياهم في هذا الشأن لكن لو ما تواصلت ونحن نتكلم بشكل عام أن الأصل في الصلاة المفروضة الأصل للإنسان ما يمسك شيء وما يشغل نفسه بشيء هذه القاعدة أما الصلاة النافلة ممكن الصلاة النافلة واحد يصلي التراويح ما يحفظ القرآن وخير أبغي ولدي يصلي فينا مثلا ولدك عمره 16 تبغي تعودينه ما يحفظ من القرآن ممكن يمسك مصحف لأن الصلاة نفل صلاة تراويح وهذا من باب الخير نعلم في عياننا بس حبيت أني أنا أجاوب عشان ما نضيع هذه الفائدة عليكم أما مثل ما قلت الفتاوى تتعلق ببرامج الفتاوى وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة وتقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة